صباح الخير صباح العافية مشاهدي كارم مشاهدي شاشة السومرية وحلقة جديدة من برنامج ناس وناس كالمعتاد ناس وناس يحطر حالة بكل يوم جمعة بشارع المتنبي بأن هنا وناسنا طيبين ورواد هذا الشارع المتقفين لمعرفة آراءهم ومناشداتهم ومجهد نظرهم بما يدور بأرواق العملية السياسية وأرواق المؤسسات الحكومية كثير من المناشدات اليوم موصل الحال المناشدات تلخص بحقوق المواطن اليوم المواطن ما طالب بشيء يا أخوان المواطن من ديناشد ما طالب بشيء الكل ديناشد بحقا ما داي طالب بأشياء تعجيزية أبسط مثال على مدار هذا عام 2023 اليوم أكو تخبطات كبيرة بالواقع الاقتصادي اليوم موضوع دولار اليوم الدولار هو شغل الشاغل للشارع العراقي كثير من شعب العراقي ضررت نتيجة هذا الارتفاع بسعر الدولار سعر الدولار الميت دولار عفوا وصلت حاجز المية وخمسة ستين ألف هذا الفقير شنو ذنبه المواد كلها صعدت أبسط المواد أبسط المواد الاستهلاكية أبسط المواد اللي تدخل بحياة المواطن البسيطة اليومية صعدت ضعف ما كانت عليها بالسابق يوم هذا المواطن البسيطة أخوان ترى ما لها ذنب نهائيا ما لها ذنب أنت صفقاتك ومشاريعك ابعد ضررها عن المواطن المواطن يريد يعيش يا أخوان ما طالب شيء ما طالب شيء تعجيزي مجرد العيشة العيشة الكريمة ما رايش شيء من هالوضع كله وهذا حق دستوري نعم حق دستوري فإحنا دائما برنامج ناس وناس يسعى بكل الطرق إيصال أصوات المواطنين إلى الجهات الحكومية إلى الجهات المانية حتى الغاية تتحقق اللي هي تلتمس احتياجاتهم ومناشداتهم وتستمع لوجهة نظرهم اليوم المواطن ترى هو صعب عليه من يطلع ويقول لك كان كذا ناقص وهي ما عندي وهي شي ناقصنا صعب عليه جدا بس وصل يا مرحلة وصل يا مرحلة اللي خلتت يناشد ويطلع بالكاميرات ويظاهر ويرفع لافتات أصواته تعالى لجل شنو لجل حقوقها هو ما داي نفسك على المنصب يا أخوان والله ما ينفسك على المنصب منصب إلك وذا تريد تستمر بالمنصب فيشتغل وخدمة وما راح يقول لك اطلع أبقى بالمنصب لحين ما أنت تقول هاي خلاص اكتفيت بس أهم شي تقدم الخدمة للمواطن هذا واجبة وهذا الواجب اللي من المفترض أنه أنت جيت على مودة غير هذا أني ما عندك يا المسؤول أما إذا تقول لي والله مشاريع وصفقات وغيرها هاي بهاي صفقاتك وهاي مشاريعك ضرعتها المواطن هذا نتمنى نتمنى يكون عمل حقيقي ونتمنى رؤوس الفساد الكبار نشوفها بيوم من الأيام خلف الفضبان ومحاكمين وعدهم ويأخذون جزاءهم العادل كنا خير وبركة بعض المؤسسات الحكومية تسعى حتى تقضع على الفساد هذا اللي موجود اليوم الفساد سبب سبب هواي من المشاكل المواطن ومو على شريعة معينة لا نهائيا اليوم الشايب يناشد والشاب يناشد وحتى الصغير طالب المدرسة يناشد والقاعد اللي ما عنده دراسة يناشد والنساء تناشد وانت شوك تتحرك وشوك تتحرك انت الى متى العراق بتنازل ترى نحو الهاوية بكل شيء بتجواز العراق الاخير بالاقتصاد العراق بدي يضعضع ويزلوية الدول اللي اقتصادها تعبار واحنا بلد بلد نفطي ثلاثة مليون اربعة مليون نفط انصدر برميل يوميا وفلوسة ما نعرف وين هين فلوسة هدية ترى للشعب لا للناس اللي تعرفهم فنتمنى انه تكون حلول نبدأ حلقتنا بين هنو ناسنا طيبين شارع المتنبي ونستمع لآرائهم السلام عليكم شونك اخوية شون اخبارك وضعك شكرك على هاي المقدمة الصراحة هذا واجبنا هذا واجبنا هذا بكل حلقة لازم انه لازم ننوه عن هاي الاشياء مع الاسف يعني وصلنا لهاي المرحلة السيد رئيس الوزراء اقول له انه صعود الدولار ادى المواطن المسكين ادى المواطن الفقير الموظف ادى الطبقة الغنية ما تتأثر الطبقة الغنية اللي تركب اللاكزيزات والجكسارات انا اقولهم هم اقولهم اقولهم اراكم موت انتو ركبوا اللاكزيزات وركبوا اللاكزيزات وركبوا الجكسارات يا بخل يركبها بحلالة ما يخالف شونية مو معضلة هي بتجيبها بتعبك شون اخيرنا قبل ما راكم برازيلي ما شاء الله صارت اللاكزيزات على العمومة طلبنا سيد رئيس الوزراء تبال هذا الفقير مواطن الفقير المتقاعد اللي راتبه متدني 25 سنة أنا والدتي 25 سنة خرجت آداب إنجليزي يطوى 556 يقصون منها مية يطلبوها التربية زين هاشي تعيشها مرة أرملة يعني لو ما احنا نساعدها أيضاً كان عالة منظنك العيش للأسف الصعود الدولار أثر على المواد الغذائية المواد الغذائية كلها مرتفعة يعني البعض تربسوا قلبيع كساد المواطن ما جاء يشتري حتى مخضر سيد رئيس الوزراء حتى المخضر صعد المواد الغذائية البسيطة صعدت سيد رئيس الوزراء كلها أمامك أنت تحمل مسؤولية هاي الناس أنت رجل أنت قلت أنا تحمل مسؤولي هاي الناس كلها بالذات الطبقة الفقيرة أنت بمسؤوليتها تحت رعايتك أنت تحمل مسؤوليتها يعني صعود الدولار لازم مختصين مستشارين يتدخلون بهذا الموضوع شكراً جزيلاً لك وأكون ناشهدين نعم في النسبة للمستشفى الفرات تقدم مناطق حي الجهاد تقدم مناطق القريبة من حي الجهاد المرأة دا ممكن تقدم حي الجهاد تقدم مناطق حي الجهاد ما بيها جهاز مفراص جهاز مفراص جهاز مفراص جهاز مهم أنا من الناس كلها وحدة عندي أحتاج جهاز مفراص كل شهر كل شهر كل شهرين أسأوا مفراص ليش أروح مدينة الطيب بينما المستشفى الفرات قريبة وتقدم المناطق القريبة وشكرا جزيلا بارك الله بك ان شاء الله صوتك وصل بس بلاز احمد اخوان شوية شوية نرجع لي خلنشوف المرة موضوحة رجعي هنا يما خلنش نسمع موضوعك الله يساعدك شون اخبارك شون اللي عندك اليوم يما عدي مناشدة من السيد عمد السوداني مناشدتي انا ولد رجلي كتله ورأبوه ولد رجلي رجل من الزوجة اثنين نسوان عليا ولد الثانية والثالثة كتله كتله وابوه فذبوه اعياله عليا طلعت انا دخلت للمحكمة مال اب غريب والمكافحة اب غريب طلعت منعتها برائه وطلعت من ديوان العمارة مالشيخ كاظم الساعدة كاظم دواي الساعدة لهم طلعت برائه وحلفت لتشبيرنا بالعباسة ابو فاضل سلام الله علي فما اعقب له هما ما اعقب له بهذا الشي صار رسنتين مهجرة من جهالي قاعدة بالبيوت زيان وزوا ابني كتل اخو ابني كتل اخو ابني كتل اخو من غير ام من غير ام دخل ابنه هسا سجن وعدام عليه راحوا هم محمويني كتله واخوي بالعمارة موته والحد الان مهددين انا بالقتل وهاي القضية اذا ما يحل محمد اشياع السوداني وتوقف فيها الدولة راح تاخذ دمو راح تاكل كتل يا ابو الكتل فاناشد رئيس دولة الوزراء محمد اشياع السوداني واقسم عليه بالله ومحمد وعلي واقسم عليه بحليب امار رضعه اننا عني حل هالمشكلة هاي وانا يا احسا يا وزير يا بشر يا مسلم انفارق جهاله صار لسنتين والله انفارق اولاده صار لسنتين وبعدهم يوزون واحد يعني موزون واحد بواحد يفتل وهم خلية ارهابية اصلا هم حموين خلية ارهابية حموين يكتلون سنة وشيعة يقاضونهم عالي فلوس عالي فلوس يقاضونهم الله وكلك ومحمد كفيلك زين احنا موان تخطبوا غريب خلية استاذي خلية نسمع خلية نسمع عن الموضوحة كاملي نعم اريد محمد شاع السوداني يود علي وانا احتي لبنهم كله هاني شو قصات هاي المشكلة خيصاري شهر الواحد واحد وثلاثين شهر الواحد الفين وواحد وعشرين انت قلتي بالعمارة انا بالعمارة موضوع انا باللقى هنا لان بيطردوني وين اروح رحت لها للاعمارة رحت لها اللي قاعدت حيثهم شهر اتجوا وراي للعمارة وكتلوا واخوي يعني هلسة هذي حتى توصل بشكل واضح للشخصية اللي ناشتية رجلة ولده كتلوا اللي هما من غير زوجة من غير زوجة بعدين شنو هذا موضوع واحد كتلت تاني من اللي كتلت تاني اخ كتل اخو والزوج طلع هذا الولد من دخله هما توم اثنين واحد كاتل واحد ما كاتل الما كاتل طلع من الدولة فاشقله وعمام اشقله وليبني قال لا هذا كاتل اخوك كاتل ابوك هذا تروح تكتله وذا ما تكتل نكتلك طلع حوبي يكتله ابني كتل اخو طب لس جنع دولة لا اله الا الله لا اله الا الله وهس انا ما يعني محتارة بالولد هذا اللي عاب له خمس جهال ومره وانا عدي يتامه ابن ابنة شبير متوفي يتامه خمسة زين خمس نفارات زين وانا عدي هسا جهال ظالين بل القرآن المجيد واحد يصدهم وواحد رتهم والله مزوجين ابنه وانا ما ادر بي وانا بل فيود قاعدة والله العليل عظيم واريد محمد جاع السوداني وصل صوته الي واريو يود علي وانا حسين الضيم كله ان شاء الله يسمع صوتك الله وكينك ومحمد كفيرك سووني بايقة مليار ومية وخمسة شدة وانا كروة ما عدي منو اللي سوى شبايق عيالي احموين من عمل باطلين سووني بايقة مليار ومية وخمسة شدة وهم طلعوا الفلوس من الجنطة وقذوه والله كروة ما عدي بالقرآن المجيد واريد الشاعة محمد الشاعة السوداني سوي لحل اقسم علي ببو الفضل العباس ظلم وذل جاي اعيش هنا ظلم الظلم لا احذى الله لا احذى بنادر واخوي كتله واذا ما وقفت بيها الحكومة كفي لك العباس راح اصير بحر مال دم ناس تكتل ناس والدخوي ما يقفل عليك ثلاث ابوهم ولا اخوتي يقفل عليك ثلاث اخوهم يعني راح ناس تكتل ناس كفي لك الله ومحمد وعلي شاء الله يومي صلي على محمد اهدي يومي ان شاء الله الشخصية اللي ناشدتها ان شاء الله راح تسمع صوتك ونأمن انه تنحل هاي المشكلة بكت الله تنحل الله وكي لك اخاف على والدخوي واحد مهندس واحد معلم وبتمدرسة كلهم ماصلين يعني حراماتي لتخون ديهم بالدم ويروحوا للسجن والسجن اللي طب ما يطلع بعد واخوتي كلهم متسبين بالدولة كفي لك العباس كلهم بالجيش ويعني وناس فقراء الله وكي لك على العلاقة والله العي العظيم لا ضامين للدنيا ولا لاميلة كفي لك محمد بس على العلاقة إن شاء الله يما وصل صوتك إن شاء الله وصل صوتك هل من الله ومن عندك يا إمة توصل صوت لمحمد شاع السوداني إن شاء الله إن شاء الله تروح الأمل بالله وبيبعد ما عديش إن شاء الله يما إن شاء الله الله يبارك بيك الله يبارك بيك تروح لهم الدولة جيران الضموم تطلع لهم الدولة جيران الضموم إن شاء الله وصل صوتك إن شاء الله يصل صوتك إن شاء الله رئيس الوزراء وإن شاء الله ينحل موضوعك يمسهد موعك وصلى على محمد قول يا الله ان شاء الله بحيل الله بحيل الله بحيل الله اللي اريدك وياي توصل صوتين هذا واجبنا نوصل صوتين جميلة الله وكيلك بالبيوت في القرآن كروة اذا اطلع والله استحقلهم الطوني بالقرآن استحقل لقوت الطوني كروة الله يكون بالعب وانا ما اخذ مليار ومية وخمسة شدة زي رجل شانش يشتغل احنا وادم عدنا عدنا جاموسات وعدنا حلال طلعاه الحماية من الكنتورين فلوس ثلاثة وثلاثين مليون عراقي ومية وثلاثة وستين ورقة الله يكون بالعون يومان ان شاء الله صوت تيوصل ان شاء الله صوت تيوصل مسحد بمعج وتوكل بلا يومي وان شاء الله صوت تيوصل شطيك ارطيك رقم المبايش ما عندي تصالت بيها من الرقم لا مااتي انا ما عم مصدر اه كتبي لي رقمت يم يم ابو نور اذا ما صلت زحمة عليها بس خنشوف الاخ بلا زحمة بس شوية شباب بس شوية شباب بس بلا زحمة بس شوية بلا زحمة عليكم شوية نرجع بلا زحمة عليكم خل الله يساعدك حبيب قلبي شونك 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 صباح خير صباح النوم على قناتكم الحلوة الموقرة هذا القناة التوصل للحق المناصرة للضعيف واحنا ناس اليوم اصبحنا ضعفاء امام دولة لها القوة ولها البطش احنا العدد التكميلي السبعمية وثلاثة لمحاضريين الفين واثنين وعشرين سبعمية وثلاثة لحد كل ثلاثاء بتجلسة يقولون هذه امام رأسة الوزراء راح نقريها وزير التربية وياخذ الكتاب والكتاب موجود في وزارة التربية في رأسة الوزراء هذه الثلاثاء الكتاب اصدر الى رأسة الوزراء وتكتر على صفحة محض قربينة احنا ناس مظلمين الاخطاء صارت من داخل المديريات والمحافظة وداخل الوزارة احنا منعر احنا ناس انظلمنا اكثر من اللازم والله والله وكفي لك الله بنا لعدها عجز كيلوي وتريد تسوي عملية والبينة عدها معوقين والبينة عدها مظلومية اللي هي رجلها شهيد وما مطينا حقه اللي يستشهد لهذا الوطن وانتدم لهذا الوطن الله يرحم الجميع اقدم لك هفسي آني المظلوم والله باو على حالتي شايف لك شاب عنده خمس جهال عنده خمس بنات يلبس تشيرته من البالة لو حذاء يطيق ابو محل حذاء يطيق ابو محل والله وكفي لك الله واخذك الى البغداد جديدة الطانية ابو محل الحذاء لبسه اروح به للدوام وانا بيوم اللي اطلع عمالة اشتري الماسحة للمدرسة واستري البطل الزاهل للمدرسة اللي هو اللي يستلم راتب ما ينظف التوالياتات وانا أنظف التوالياتات اقول ذاني بناتي قاعدة درسا وروح اسأل عليا من سمع انبيا مدير المدرسة والمعاونة اسمي ما موجود وبعدين صار موجود اسمي وانشال والله بتهو علي دم بتهو علي دم تعرف شين المظلومية انا بيوم اللي اروح للوزارة كفي لك الله ادق الباب على جيراني دائم من يم الكروة وحق الحسين كفي لك الله ذاني اللي بجيبي وداعت بناتي والله العظيم واني مظلوم عن ظلم الظلم ما شفت احد كفي لك الله طب للمنطقة وسألي قاعد باليجار ابو المولد انطف علي والله والله العظيم وانكسر خاطر علي والطاني سحب مجانا لمدة شهرين يقل لي لحد ما ترجع معاملتك بس فهمونا احنا شم سوين احنا السبعمية وثلاثة شم سوين شكوا واحد دافع فلوس صعد واحنا الاصليين اللي ما مطين درهم والله الف دينار ما مطين شالوا اسامين السبعمية وثلاثة والله بنا عدها وحدة عدها ثلاثة منغول ثلاثة منغوليين تجيبها وياهم احنا بس طولنا سبب شنو بس دلونا شنو سببنا سببنا شنو يا رئيس الوزراء يا وزير التربية الكتاب يومكم تعبتونا ملتونا وان الروح وان الروح وطولنا حال وطولنا حال والله العظيم وطولنا حال انتوني يا اخو والله ما حده والله العظيم ما حده والحسين ما حده والله العظيم سبحة جهالي احنا وزوجتي نتريك بقلاسك يا مر يا حبيبي والله بقلاسك اتريك والله بقلاسك اتريك والله انا وزوجتي وسبعت خمس بنات اتوا علاقية هيتي شنو مظلوميته انا يومية راية خلط الله على واحدة يا الشر يقل له اخذني بالدراجة اللي يأخذني بالدراجة واللي وصلني قوة والله عني داقة مرشي من القناة الى وزارة التربية ما عندي كروة والله يعني مظلوبتي وين اروح بحد بس قل لي وين اروح يا رئيس الوزراء باو حالينة والكتاب يمكم واحنا ناس قليلين 703 مثل ما صادقت ع الملحق ع العدد التكميلي احنا عدد تكميلي وليس ملحق احنا عدد تكميلي وليس ملحق مثل ما عشرت على جماعتنا اللي 717930 بقينا بس احنا احنا بقينا صلى الله عليه محمد الله صلى الله عليه محمد ما يحتاج لها تعقيب هذه الحالة ما يحتاجها لها تعقيب ولا يحتاجها لها وصف وتعجز كل الكلمات يا اخي شنو ذنبهم لكن ويا اخوان دا يشتغلون دا يشتغلون مجاني خدمة وخدمة المسيرة التعلمية مجانية هيك تجازوا هيك يكون مجازة توصلوا لهذا الحال وكم واحد مثله كم واحد مثله 703 صح مصطفى انت الصوت الاعلامي ما المحاضرين 703 تعال يمي 703 صح مصطفى بس لحظة بس لا من رخصتك هذه الرسالة هذه الرسالة هذه الرسالة يتحملها ولازم يطبقها الجهة اللي ناشتهم اصبحت واجبة من يوصل حال الشاب العراقي هيكي اصبح واجب عليك ان نطبق له اترك كل الروتين كل اجراءات الحكومية هذه الروتينية كتاب كلف ومالية واصماء صعدت واصماء نزلت واصماء من جو ما اعرف مين تطلع لكن الشباب ذولة لهم الحق لا توصلهم هاي المرحلة انظر لهم باوع على حالهم من راح توصلهم هاي المرحلة شرح يوصلون يا مراح البعاد من ينهار بهالشكل هذا يتوسل بحقه يتوسل يتوسل يا اخوان بحقه التفتوا لهم محاضري بغداد الملحق سبعمائة وثلاثة العدد العدد كم؟ العدد التكميلي سبعمائة وثلاثة عدد التكميلي سبعمائة وثلاثة 1633 ان شاء الله ان شاء الله تلقون حلل هاي المشكلة مصطفى شلو موضوعكم هاش هاي اللي يوصل موضوع المحاضريين الله يا استاد ننقول بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم انهم مسؤولون ما على اسف يوم هذا عزيز نموذج لفئة السبعمائة وثلاثة اللي اللي ينظلمون ده يدعون ده يدعون وده يدعون وده يدعون ويراغون ويقولون دولة السبعمائة وثلاثة مزورين حسب ما الكلام موصل الى الجهاته العليا يعني هي اعلى هرم بالدولة ارتكبوا عليهم قالوا لهم دولة كلهم عساس مزورين يا أخي انت شو مزوروا عندهم رداري وعندهم مربو باشر الله ولا أكبر إذا الله شوفوه بالأين له بالعقل انت منهم تقول مزور هو مزور يا أخي تأتيك بأوراق أوراق ثبوتية إذا دزوا عليهم هم السبعمائة وثلاثة دزوا عليهم عمي تعالوا خلينا شوفكم انتم مزورين حتى نفتهم عمي المزور على صفحة كترة والعدة أمر إداري وأمر مباشرة أمشي حالك حالي المشيت سباطة عشة الالف وستمائة وثلاثة شبقتها عشة الممطعة عشة سبعمائة وثلاثة وثلاثة سبعمائة وثلاثة حالة بيوم بيوم تريد تريد لقما بالحلال يعني الله ما يقبلها تعبت العالم أستاذ علي قناة الساومارين حتى الساومارين ملت من عدنة لا لا منمل 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 منم هذا متهجم والله بساي مطالبة ومواطنين لآخر نفس مينا مطالبة شعب والله العظيم هذا عزيز والله العظيم هذا عامل خدمة دهت شيئاق عزيز عامل Village يشتري الماسحة من جيبة ويشتري المكناسة من جيبة ويشتري بطل الزاهي من جيبة والله والله العظيم والعالم تطيه العالم تطيه والله يا ناس حسوا بيوم السبعمية وثلاثة مصطفoun ان شاء الله وصالصوت ان شاء الله وصالصوت انا شكراك استاد علي تحياتي وسلامي لكل كادر السومرية وان شاء الله يا ربي نرتقب او نترقب من ان شاء الله جلسة المجلس الوزراء اليوم الثلاثة من الأخ دولة رئيس الوزراء ان شاء الله ما تقصر انت ان شاء الله ما تقصر تنصفهم اللي هما السبعمائة وثلاثة العدد التكميني الى محاضرين بغداد عام 2020 شكرا مصطفى شكرا محمد خذ من وناشتي اذا تسمح لي يا اللهWAN ، كل شيء يعني هادالزاي هذا اشكركوك الجميع اشكر الجميع و الشو نشبيها و اللهي انا اشتغل من متفجرات الشوية الحبيبёт اي و الله اي اي يو الله اخذ راحتك بالكرام. يعني باشر. باشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الجريح نايف ضابط وسام حسن. خبير متفجرات. مفكك واحد وسبعين عبوة عندي مقطع العبوات. وسيارتين مفخخة. وزارة الدفاع. أمان تلا الله ما مقصرة ويايه. أقول يا دولة رئيس الوزراء. شنل يطيطني يعني صار لي أربع سنوات من تعوقت. عاني جريح حرب. هاي الشهداء والجرحة والمبتورة يديهم. ثلاثة وستين علف جريح حتساعدنا عسكريين على وزارة الدفاع. أبو الشلل. أبو الحبل الشوكي والعميان ومقطع ديها. زين. أنت يا دولة رئيس الوزراء. بالعافية عليكم. جبتوا العلم العراقي الرياضيين. بالعافية عليكم. بس من جبتوا العلم العراقي. هم جابوا على جماعة الفون بالعلم العراقي. ربعت العلم العراقي. وطيتهم هاي السيارات والقطع العراضي. كل ترطيته لهم. وكل شي طيتهم. قانون ما عدنه. قاعد بالحشوعيات حاليا تجاوز. ايجار ميتين وخمسين. وعدي اثنين اخوة معوقين. شل الرباع وتخلف عقلي. شطيتها يا دولة رئيس الوزراء. ناصف هاي العالم. عاني جريح. انفكك واحد وسبعين عبوي. والمقاطع ما تب وزارة الدفاع. وذلي مقاطعي. وذول ما عدي ماذا. البدلة يا شيقة ما عدي ماذا. هذي هذي شرف. البدلة شرف. بس خلي قيم عاني خبير متفجرات. 18 سنة افكك عبوات. وسيارات مفقخة. 18 سنة. نقضت هاي الاطفال من المدارس. فعلا عاني حميت العرض والعرب. فعلا احترف بنسي. انا ما روح ذليل رئيس وزراء. اروح رافع الراس. عاني بطل. واضل بطل. واضل بطل. رافع الراس. اضل رافع الراس عاني. استاد. الله يطيك العافية. اشكرك. مارك الله. واضلنا عاني رافع الراس. زين. شطت يا. قطعة ارض ما عدي. قاع ما عدي. قاعد بالتجاوز. عاني جريح. ليش يشي. عاني جريح. وهذا باجي. يا دولة رئيس الوزراء. ورحت قابل سكرتير رئيس الوزراء. عبد الفريق عبد الكريم عبد الحسن. قال ما يصير الدخول. ليش يشي. ليش. عارف ليش. مو عاني جريح. وهي اصابعي. هاي اصابعي. هاي اصابعي. هاي اصابعي. هاي اصابعي. عمي ماتت. واني بالمستشفى. يعني هو هذا حقوق. لا عدت. لا عدت. عدت رئيس وزراء. وتقول عاني رئيس وزراء. اتود علينا احنا الجرحة. قانون ما عدنا لحد الآن. ما كوتي. قانون ما عدنا. اشكرك. واجزاك الله خير الجزاء. الله يبارك بك. الله يبارك بك. الله يبارك بك. الله يبارك بك أنا سأخذ رقم تليفونك بس أراوت مقطع وحدي بس بس ثادية واحدة وحدي بس ثلاثية واحدة بدون زعمة بس ثانية جيبه بابا بس ثانية واحدة جيبه بابا جيبه أنا عارض هذا المقطع ما تحبت بي؟ أخذ رقمك أخذ سجاد أخذ لي رقم الشكرا جزيلا أشكرك أنا لأشكرك أنا سأوجه رسالة بدون كلام السيد رئيس الوزراء كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعية صح له لا؟ إذا كنا إحنا قرآن إسلام عفوين ونعرف القرآن ونطبق القرآن طبقوا على الناس اللي معدة راتب لا تدخلوا النقل موظف من مديرية إلى مديرية بالموازنة موظفة نقلت من دائرة صحة النجف اسمع يا وزير المالية ست طيب واسمع يا رئيس الوزراء آسف أنا هاي لهجتي بس عمي ما خلينا نواب نواب شغلة بسيطة بتليفون يقدر يحلها بكتاب واحد قام يغلق تليفونه قدتم حسب الدستور تقولون نحن ممثلين ابناء الشعب من الشمال إلى الجنوب كل واحد نواب يقول آني مسؤول عن ما التقطيق إلا أنت طائفي نعم لأن النواب بالدستور العراقي يمثل جميع طياف الشعب العراقي إشلان أنت تقول آني منطقتي منطقتك امشي هاي الموازنة مشيه مصالح الناس واقفة موظفة نقلت من دائرة صحة النجف إلى دائرة صحة نينوة وانت تعرفون وضع نينوة صارها 15 شهر بلا راتب قاعدة بالإيجار وعدها ثلاث أطفال انت تعرفون دين تعرفون موظف من يروح يداوم يريد من عنده كروة يريد من عنده إيجار أبو المولدة أطفالها حليب حفاظات والقم عم مش نحتيها هنحتيها بهاللغة تردون العالم تطلع من طورها تخرج عن دينها إسلامها أنا روجهت رسالة السيد محمد رئيس الوزراء المحترم هذه مناشدة خليها أمام عينك إذا أنتم تعرفون الدين والإسلام والمذهب اعملوا بما يرضى الله مو يرضى هاي الناس إحنا كنا مراضين بسمح له إحنا كنا مراضين على عمركم وأنا أول المتكلمين أنا عدي الشيباني الظهرت من 2011 إلى 2018 قاعدت سبب أحزابكم وسياساتكم بس أقلكم عمي ما لتوصل القطعون راتب خبزة موظف على المدقرار الموازنة ليش تربطون الموازنة بالموظف شل علاقة الموظف بموازنتكم موازنتكم مليارات ودولارات أنتم بيناتكم هذا يقبل ذاك ما يقبله هذا يزعل وهذا ما يزعل عمي موظفين عقود محاضرين دنيا سماوات منتظر رحمة إلهية كلمة بقرار بجرة قلم وإذا كنتم شرفاء فهاي جرة القلم وصلوها الله يساعدك ويساعد الجميع بس هاي بس هاي صغيرة سويت ما الإسكان ووزعت عساس القطع الزراعي قانون نظام الإسكان الوطني مبادرة الإسكان الوطني اللي تمنيناها من 2015 لليوم قروا الإسكان الوطني مبادرة الإسكان الوطني لكل مواطن حسب الدستور خافكوا عراقي بقاري أقل لليوم تروح تطلع الدستور وتقراه الدستور العراقي كفر للمواطن خمسة واحد من عندها توفير سكن لكل مواطن حسب الدستور نو تروح توزعوا هالسجايب الجديد تقول العندمية ما طوبة سمعتها العندمية ما طوبة ليش عمب يا قانون قروا قانون الإسكان وخلوا لكل مواطن كرامة الوطن كرامة من ليس له سكن ليس له وطن الله يبارك بي لحظة حجي حجي التموضوعك هذا ما يلقاع نفسه شون اللي عندك بس لحظة جيت لجنة إلى مرقة بس اختصار لجنة إلى مرقة بالفضل رقمك خليهم سجاد بل أزحم عليك رأي بس عد خليتني رقم تليفونك ان شاء الله انت بس خلي رقم تليفونك كتب لي رقم تليفونك وان شاء الله خير جيت لجنة إلى مرقة اليمان بالفضل عن هالخدمات موضط راحبوه همش قال ملياش عملي قالوا للمعقب خمسين همش قال لها الموظف ما ينجر على سات نتيج للموظف عمري احنا عقينها هذا خطية وقدمتها 15 سنة ما طايرة هاي المدير ما لاي يقول انا ما قدر له هذا يكتب عليه صعب كلش المهم اجتها ماتل السياسين فرجتلي قالوا لرجع الخمسين وظل رجعوا ملاي وانحنا نفس القانون المعقب خمسين والمعقب ملاي صحلو مصحة عمي السومرية قانون مقانون واحد لو عزت قوالي رجعوا الخمسين صحل المدير قال لقب الخمسين قال لغبنك ماماقب خمسين هذا يكره وكتب عليه فإحنا الناشط السومرية اسمح لي الناشط السومرية وخاصة بالدولية لكم يزور حالته ويشوف حالته وخدمتك مستعد سنة وفقير وقاعد بالاجر بس هاي اللي تبلعوتكم وزيارة للسومرية تبلغونا بالسومرية صاحبكم التوراد إن شاء الله يوضع تعياتك حبيب حبيب نعم شونكم يا بأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله والشكر شون وضع اليوم وضعكم شونه والله هنا وضع الحمد لله الشاملس طيبة وحلوة بس يراد شنو الدولة شوية تدير بالها على المجتمع على الشعب فأنا عندي مناشدة عندي أكو منطقة في بغداد القوة اسمها البغداد الرائحة المحمودية هذا الجنوبي نعم على المحمودية المحمودية نعم على القوس هذه المنطقة على اليمين وانت رايح أي خدمات ما موجودة التي يمكن اسمها كويريش كويريش أولا هي اسمها الحقيقي والتاريخي اسمها كوراشو بس للتصغير تصغير إلها وتحقير اسمها تصغير كويريش كويريش تصغير بس هي اسمها التاريخي من زمن البابليين المهمة لا بس هاي المنطقة خارج منطقة يعني أي خدمات ما بيها من لا تبليط مدرسة مدرسة واحدة من هاي الكرافانات ومدرسة بيها دوام متوسطة وابتدائية يعني من الساعة ثمانية للإهداعش ومن الهداعش لوحدة من الوحدة للخمسة هاي الثلاثة اعدادية بس أدبي علبي ما بيها هاي المنطقة يعني تبليط ماكو يعني ماكو 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 لا مجارة تكرم خدمات أي كهرباء كهرباء يعني لا كهرباء لا ماي الكهرباء هاي الثلاثة هاي كل مصير يجرون وايرات تروح تشوها بس وايرات والأيام المطر بس تشوه تجدح نار لأنكو فيها واقعة بالقاعد وايرات ومطر ومطر وفج عجيب عجيب يعني هاي المنطقة يمكن حتى محد ما حد يعرفها مع العلم هي منطقة شبيرة يعني أربح تالاف وثلاث تالاف وألفين اش قد هاي صارت كم بيت تسعة تالاف تسعة تالاف والمنطقة ودخول بغداد نعم فأنا طالب وحسا هي الدولة تقول إحنا نهتم بالمناطق وأكثر جهودا خدمة فهالمنطقة ليش منسيها ليش منسي أصلا حتى ما حن يعرف اسمها يعني إن شاء الله وصاصتك إن شاء الله وإن شاء الله وان鏡عكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله و الله اتمنى أنه تروح هاي المنطقة وصور هناك وشوف العجائب إن شاء الله رح نجيكم انشاء الله رح تكون جاية خاصة ايكم ون شاء الله نعم 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 احنا هاي تحلمنا يعني هاي مواد دولار يعني انت بعد يقول لك لا تحكي مني يجيبك على الدولار يقول لك انسي الخدمات انسي الرواتب انسي الاعمار هاي ايه فاستوتاني قلت بيضات حرت شعشق سمر له شقر بيضات يا ربي رايات العراق عاليات بيضات ودك صدق اتلاذه بلب صارهم بيضات صدق لوب الدهن طقهن سوية حبيبي شعر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عدي مناشدة الوزارة الصحة أنا عدي بيتي معوقع فرح أداء أسفرها قالوا أسفرها للأردن تمام قلت له مرضى قابل للوزير قالوا ايه تفضل اتقابل وزير تدلل تأمر أنا هماتين مصيدر صدق يعني كل عقلي قالوا لي يلا تعطب ويشبعوني طنكتي هم جوة والحماية والله العظيم يشبعوني طنكتي ها شوكتها ها شنوى أول تل بارح يوم الأربعة قلت له مرضى قابلة شاقل ايه تعال أنا عبالي الصدق راح يطاببوني طنكتي قلت له معمي شيف سوياني بايق ناهي بدروح على الباقة شاشي قل لي قل لي طلع بره يحسن لك لان سعر مفارغ لك هو مفارغ لك تره قلابي دفرات قلابي شلالي والله عمي شر البريد والله العظيم شون يعني يعني من الجبه من غلاء الدولار زين زين غلاء المعاشة البيض الدنيا غير بتي بتي معاواقش أسوي ألطن مثل هذا واشك هدومي قلولي زين بتي معاواق زين اريد اروح قال لولي استفرها للردن زين قلت لهم ارد اروح على احساب الدولة سفرها هاي قالوا عمي عدك فلوس رو عدنا سفرها يلا لاظل هنا وما اعطي لك على الكتل يعني لكلته زين هاني كيفت والله العظيم كيفت قلت ها هي الله يكون بالعام ان شاء الله صوتك وصل ان شاء الله صوتك وصل يا الله شاكم عني شوانك حبيبي شوانك شرفنا بقناة السومورية يعني يعني دخل قومي رابع دولة في انتاج النفط بعد السعودية ثاني دولة في أوبوك والورق يصل الى 165 165 ألف دولار شر البلية ما يضحك ما هو الحل الحل واحد الحل واحد ترفشن الحل وقول الى البنك المركزي وللطبق السياسي تعرفون دي الحل كلي زين الحل شنو البنك الفيدرالي الامريكي يقول ما اعطي كون فلس واحد الا الا تعملون شي واحد في عدم تهريب الدولار الى الدول المجاورة ذلك ما هو الحل الحل اقول للطبقة السياسية الحل الوحيد بناء مصالح مشتركة وشراكة وتزاوج في المصالح مع البنك الفيدرالي الامريكي من اجل خفض الدولار الى 100 ألف دينار 50 ألف دينار وكذلك من اجل اشباع العائلة العراقية اشباع المواطن العراقي كل دول العالم همها الوحيد مصالحها ولا مصالح طبقة سياسية وليس مصالح واقع اقليمي هل المفروض الدينار العراقي اقوى دينار في المنطقة لأننا نمتلك رابع دولة في انتاج انتاج النفط المفروض اقوى دينار اقوى من الباون اقوى من الدينار الايراني اقوى من الدينار الكويتي اقوى من التومان لكن الحل الوحيد اجراء علاقة قوية مع البنك الفتراري ومع البنك الدولي من اجل خفض قيمة الدينار ومن اجل بناء مشروع يقنم كل طبقات المجتمع ان شاء الله وصدت نظرك عمب هدير شونك شونك حبيبي صباح الخير شونك يا باب شونك شونك هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان شفتوا هذا السواء رأطيكم انا ما عرف الرجل الولد هذا ما عرفه رأطيكم نبل اخلاق السواء انا نزعد شاكيت اضطيت اياه وراء عشر دقائق رجع لي هذا شوفوا لابسه هذا نبل العراقي اللي من ملك السياسي العراقي اعفاد السفارة الامريكية من ملكون اخلاق العراقي بالاربعينات وكذلك بالخمسينات كان كل محلة بها شقاوة اكو شقاوة ذول الشقاوة اسمها شقاوة بس يمتلك اخلاق يروح على التجار يلم فلوس يجيبها للفقرة هذا يمتلك السياسي العراقي اخلاق الشقاوة هذول ابنائة السيتينات قض عليهم مدير الامن انا ذلك نظم اجزار اكو شقاوة مع صديقة شقاوة ثاني قرروا يبوقون تاجر بالشورجة هذا التاجر كان بيته بالبتاويين هذه قصة واقعية راحوا قرروا بالليل بالصيف لكن الوقت ماكوز سباليت ومبردات ينامون بالسطح سعدوا للسطح لقوا نايم هو واطفاله ومرته ويش اخرون نزلوا دقلوا الى غرفه لقوا جنطة وفوقها قرآن شالوا القرآن على صفحة فتحوا الجنطة لقوا بيها دنانير عراقية وذهب شالوا وطلعوا وعافوا القرآن مثل دولة شونسا عايفين الدستور والقرآن يحكيلي بالقرآن قبل شوية الولد هو يعرف قرآن اللي يبوق طلعوا دا يتقاسمون المبلغ والذهب الحرام الثاني قل له يا با انا اخاف اخذ حستي قل له ليش قل له على الجنطة كان اكو قرآن اخاف من القرآن فشنو رأيك نرجعها للجنطة قال له شون نرجعها للبيت من النطوب راح ننكشف قال له ما بيها شي الصبح راح للمحل للشورجة ونصارح احنا بوغناك ثاني يوم شالوا والجنطة راحوا للشورجة طبعوا عليه قل له يا با احنا تايبين يمك هاي الجنطة وهاي فلوسك احنا بوغناك بالليل قال يا با اشكركم وطاهم مكافئة رفضوا ياخذوني المكافئة بشرفكم هذا الحرامي مو اشرف من ذولة السياسيين السفلة انتوا جاوبوا على السؤال حرامي يرجع الفلوس خوفا من القرآن وذولة عشرين سنة عشرين سنة يعشيلي بالدستور وبالجموقراطية وبالشفافية اللي هن ثلاثة معدومات وما موجودات بعد شون حتي الحرامي الشرف من هؤلاء اللصوص الجدد لصوص القرن الهادي والعشرين شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دولك وكفت على حالها وبالنسبة لكل الدول احنا ما مطلوبين ودين ما علينا وذهب عدنا ورصيد عدنا وخزين عدنا شنو سبب هذا صعود الدولار وتدهور البلد اليوم الشعب العراقي أصبح على الهاوية يتمنى يتمنى أن يعني عمل واحد تقوم به الحكومة تبيض وشي الشعب هذا اللي انتخبهم اللي يتعب هذه رسالتنا شنو يمقفهم من هذا الشي الله يحبك ويسلمك الله يبارك بي السلام عليكم أشكرك واشكرا السومارية احنا موجودين بالشارع ظاهرة التسول يعني ظاهرة مو حضارية نتمنى من وزارة الداخلية وطلع مفارس يعني حتى على اللي بيوت قام يجي من الصباح يدق الباب الناس نايمة يفتح للباب يقل على باب الله ما حد يفتح الباب ويأخذ أي غرض فحض حضارة مو قوية هاي يعني احنا قبل فترة شهرين مقبرة وادي السلام يعني هاني واثنين بالسيارة مالتنا طلعوننا يعني باكستانيين بالمقبرة باكستانيين يا أخي قلت لعمل اتوقف ليس هلبونة باكستانيين وياهم نساء وياهم زل بنص المقبرة ويجدون يعني ها حضارة يعني الاشارات المدين المناطق كلها ما تعرفها يعني سوري كردي عراقي ايراني بنقلادش يعني وزارة الداخلية وين الاجراءات مالتكم يعني اطلع عليهم مفارس اشوف لهذا الظاهرة محضارية أذت الناس وأذت الشعب العراقي يعني جلبك قوة قوة والله قوة كل يوم تشلب بسترة قوة أطي خمسمائة ما يقبل يريد ألف دينار إن شاء الله هذه المشكلة تنحل تنصل من الناس إلى مزارة الداخلية إلى مجلس النواب إلى كل الخيرين حتى القضاء على الظاهرة ظاهرة مو حلوية وقاعد ما تخدم الشعب العراقي وما تخدم الناس العراقي إن شاء الله تو يوصلت مناشتك إن شاء الله وصلت مناشتك موضوع الشحالين المتسولين اللي أصبحوا منتشرين باللترافك لايتات وبالمتنزهات وبالساحات العامة هذه الظاهرة يعني هي موجودة على كل الدول بس اليوم إحنا عدنا بالعراقي يقال بأن الكثير من منتسولين في بغداد تقف وراهم ماثيات نتمنى أنه يكون تحرع على هذا الموضوع والحد منها ما راح نقول نخلص من عدها لا على أقل الحد من عدها لأن هذه ظاهرة بدأت يعني تربك المواطن حتى تخافها يقول أنا قمت خافا أنه أمشي يدخل بمكان لاحد يسحب الفلوسي لاحد يسوي شيء فنتمنى أنه هاي يكون لها حال إن شاء الله السلام عليكم عليكم شونا مرحبت الله أخذت الله أحمدك رحبت الله الله أعزك جمعة مبارك على شعب العراقي وعلى كل العراقيين وكل أمة العربية يعني إحنا بعد المناشد تعبنا معتها ناشد الرواد المتنبي والناس بالشوارع الحفاظ على النظافة وعلى المظهر والمجيء للمتنبي بالزيل كامل وناشد مديرية المرورة للواء طارق الإنسان هذا العملي والإنسان الطيب أن يفعل الترفك لايت وخطوط العبور لحماية الناس لأنه صارت فوضى وأكون ناس فوضى يعني حتى يجبرون سايد ويضرب ويدعم ناس لحد الباح أنا عدو من أقالب موضفة بوقف سنين ضربت بالسيارة وعافوا نهزم فلي نطالب بي هو ضبط النظام بالشارع والنظافة والحفاظ على المدنبي شكرا إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك بي السلام عليكم شانك عمو شانك بارك وضعك يا مرحب الحمد لله نحن كثرنا بالمناشدات ومع الأسف إذن من طين وإذن من عاجين ما أحد يستجيب أنه دولار سعد غلاء المعيشة الشاب من متحين وغير الشي هالثالي مناشدة خاصة وهذه المناشدة لرئيس الوزراء ولا الحكومة المناشدة هاي للدجاجة ليش البيضة صارت أربع بيضات بألف كانت ثمانية ناشدة الدجاجة 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 المستشفى خاص شلي سالف تج نحن شرح ناكل بيض من ناوهيش تذيش داي سويانا أستاذ علي جاي يجيب طبقة البيض وجيب بهاي طماطع يسموها بلدورة وحط بهاي الطبقة على أساس عندي بيض ليش لأن الدجاجة هم شالس ديلها علي وين نروح بعد شون نعيش يبعودي دير باكم علينا يعني غرفنا الأوادم الناشد الحيوانات لو أنتوا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاكل كثيرة مناشدات أكثر ومعاناة أكثر وأكثر كل اليوم يناشد كل اليوم يطالبوا بحقوقه نتمنى نرجع ونقول نتمنى نتمنى من حكومتنا تكون هناك إجراءات لمعالجة هذه المشاكل المحاضرين مشكلة الدولار مشكلة الخدمات القطاع الصحي القطاع التربوي الفساد روس الفساد اللي أصبحت من تشرب كثير من الدوار الحكومية نتمنى نتمنى من حكومتنا تعمل شيئا فشيء وتخلص المواطن من هذه المشاكل حتى لا تصل المرحلة نرجع ونقول وننوه الفقير اذا غضب ما عنده شيء خسرة ونتمنى تكون الحلول قبل غضب الفقير محاربة الفقير هو يعتبرها محاربة الفقير لأن الفقير شون اللي يريده يريد هنا دنيا حقوقه من مدى يحصلها شي يقول يقول لا ليحاربونا فنتمنى نتمنى إن شاء الله نتمنى وكنا أمل تكون إجراءات حقيقية لأنقاذ الكثير من شراح الشاب العراقي مشاهدين أكارم إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم أتقيكم على حب الله والوطن في أمان الله